الشارجة أقول اللاعبين اللي موجودين فيه يعني يأدون الغرض واكثر حتى برناد لاعب يقدر يمشي في دورين ترى حتى لما نقارن اليوم كرناد بأي لاعب ترى ما في الفرق الثانية في لاعبين نفس مستوى كرناد لذلك الشارجة ما كان في هذا المستوى يعني كل المتصدرين في الدوري أو اللي أعلم من الشارجة ما عندهم بقيمة اللاعب كرناد كرنادو كرنادو عندهم بقيمة اللاعب في هذا المستوى لذلك يعني المقارنة بالنسبة لللاعب خارج الحسابات مع الشارجة الشارجة يفتقد الآن إلى مدرب الشارجة عنده مشكلة في الجانب الفني فنية بحتة اليوم اللاعبين اللي موجودين أسماء تقدر تصنع الفارق على الأقل ما راح يكون ترتيبة بهذا المستوى ولا راح يكون بعيد بهذا الفرق من اللاعبين يعني بهذا الفرق عن الأنديا الأنديا اليوم في أول ثمان مراكز حامد يملكون لاعبين يمكن إمكانيات لاعبين الشارجة أعلى إذا ما خدتهم كأفراد لكن الشارجة ما عندهم الشخص اللي خارج الملعب اللي يقودهم في الفترة الحالية ويعوض مكان العنبري قد يكون هناك كان استعجال في قرار العنبري لأن اليوم أنت تعرف أن عندك توقف والدوري كان مضغوط في جولات وراء بعض كان ممكن تستمر إلى الآن حتى أنك تجد مدرب إذا ما كان عندك مدرب جاهز لكن أنا من وجهة نظري أن الشارجة يملك لاعبين لكن أيضا لا يملك بدلاء على مستوى خط الدفاع اليوم شاهين شفنا من ويعوضة ما حصلوا لبديل ولا يملك أيضا بدلاء في بعض المراكز لكن كأساسيين عنده بمثل موجود في الأندية الأخرى ولكن يختلف معه أنا أعتقد لا 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 برجع لك برجع لك برجع لك برجع لك كاريرا فضل ترجمة نانسي قنقر